اشتركوا في القناة بلاد المفدة حفظه الله ورعاه واهتمام ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الرئيس بجلس الوزراء حفظه الله ودعم سموه المتواصل للحركة التعليمية الرافدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مملكة البحر وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للطلبة والطالبات لأهمية المرحلة الحالية في حياتهم الدراسية ومواصلة مسيرتهم العلمية مبينا سموه أنه حريص على دعمهم في تحقيق أهدافهم النبيلة التعليمية وعرب سموه عن تقديره للجهود البارزة التي تبدلها الهيئتان التعليمية والإدارية في الجامعة الأمريكية في تقديم أفضل سبل التعليم المميز للطلبة والطالبات كما شهدت زيارة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى الجامعة الأمريكية لقاء مفتوحاً مع الطلبة والطالبات حيث رد سموه على استفسارات الطلاب وقدم لهم كل الدعم والتشجيع وحثهم على نهل العلم والمعرفة ومواصلة مسيرة التحصيل العلمي وفي نهاية الزيارة تسلم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة هدية تذكارية من الهيئة الإدارية في الجامعة الأمريكية تسلم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة